موسيقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أما الصلاة الوسطى الأقوال فيها عديدة القول المشهور هو أنها صلاة الظهر وهناك قول آخر بأنها صلاة العسر وقول ثالث هي صلاة المغرب وقول رابع هي صلاة العشاء وقول خامس هي صلاة الصبح لكن القول المنصور هو أنها صلاة الظهر ويؤيد هذا القول شأن النزول حيث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في الهاجرة في حمارة القيض في شدة الحر وعلى حسب بعض الروايات ذاك الوقت في البدايات المسجد النبوي الشريف لم يكن مسقفا وكان مفروش بالحصى وذول المسلمين عندما كانوا يصلون من شدة حرارة الحصيات ما كان يقدر يستقر على رجل وفقراء كانوا ما كان عندهم فتشي يفروشوا فكان وهو واقف أن تصوروا الصلاة بأي حال وهو واقف باستمرار يرفع رجدا ويضع أخرى هكذا أن تصوروا النبي صلى الله عليه وآله كان مقيدا بالالتزام بأول وقت بهذه الآية من تفاسيرها هو هذا المعنى أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول امتحنوا شيعتنا عند مواقيت صلاتهم أو الصلاة كيف محافظتهم عليها مقياس الشيعي هو وقت الصلاة بداية وقت الصلاة أنا كنت أقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما المكبر يكبر هذا نداء الله فأنا كيف أنشغل بعمل آخر الله بعدي ناديني أنا أنشغل بعمل آخر إذا أنشغلت بعمل آخر فلا بركة فيه والتجربة تدل على ذلك أنا شخصيا مجرب ولله الحمد في أحيان نادرة أنا عموما ولله الحمد ملتزم بالصلاة أول وقت لكن أحيان نادرة جدا يحدث طارع عاجل أضر للاتصال التلفوني أو إجاء الحاجة ما تمشي ومو مرة ومرتين مجربين يقول عشر مرات الحاجة تفجر واليوم حدث اليوم بالذات وأنا كنت أفكر في هذه الآية أذن أذن الظهر فواحد من المؤمنين صار له طارع فخرج فيه حاجة أنا قلت له حاجتك ما رح تمشي ما دام أذن قال هذه حاجة طارئة على راح راح ورجع بخفي حنين فاشل الله يقول أنا قاعد أدعوك أنا أقول لا عندي شغل ضروري امتحنوا شيعتنا عند مواقيت صلاتهم كيف محافظتهم عليها هذا كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا كلام دقيق يقول عليه الصلاة والسلام إن في تأخير في تأخير الصلاة لغير علة غضب الرب عبارة جدا عن غضب الله في الدنيا يأثر أن العمل ما ببركة ما رح يمشي وفي الآخرة أنت حماية ما عندك لا سمح الله إن ربما هذا كان نص الرواية بس خلي أتأكد لكي نذكر لكم النص يكون أفضل يقول أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام إن في تأخيرها من غير علة غضب الله ونص عبارة الإمام الصادق عليه السلام امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها الصلاة لأول وقتها الله ينادينا وإحنا نروح نشغل بعمل آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر